مشاهدين في إطار حديثنا عن الدور المصري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة إمبارح وزير الخارجية سامح شكري عقد جلسة مباحثات مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي جدد سيد سامح شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين نتكلم كمان عن دور مصر المحوري منذ بداية الأزمة في تقديم المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينية كي نرى تفاصيل أكثر عن الملفات التي تم ترحاها في المؤتمر ورفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير نرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور حسن سلامة أستاذ الألوم السياسية بجماعة القاهرة صباح الخير أحدكي دكتور نورنا في صباح الخير صباح الخير أهلا بحضرتك من جديد تؤكد مصر على أهمية القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية أريد أن أعرف من حضرتك هذا الضغط الدبلوماسي من قبل الدولة المصرية وهذا التأكيد كل يوم مصر تؤكد على هذه الفكرة وعلى هذا الدور شايف حضرتك إزاي هذا الضغط وشايف حتى الآن النتائج الملموسة منه إيه طيب خليني أقول حضرتك بس في البداية كده أنه يعني القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للدولة المصرية ويمكن مصر تاريخيا لعبة أدوار كثيرة جدا في دعم ومساندة الفلسطينيين ويعني وقف عمليات العدوان اللي احنا أحدثها يمكن أحدث حلقاتها اللي احنا بنشهده في الوقت الحاضر لكن الجديد بقى الحقيقة أنه هذا العدوان مصحوب الحقيقة بضغوط شديدة جدا على الدولة المصرية سواء بالنسبة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية أعتقد أن الرد المصري كان حاسم وقاطع منذ اليوم الأول أن هناك رفض رسمي وشعبي لهذه المسألة هناك رفض رسمي وشعبي لهذه المسألة تماما سواء بالنسبة لتهجير سكان القطاع إلى أي مكان سواء سيناء المصرية أو أي أرض أخرى لأنه ببساطة شديدة جدا المسألة تعني أننا بننهي ما نسميه حل الدولتين فكرة الحل السياسي بقى وقيام دولة فلسطينية ده انتهى تماما لو تم تهجير سكان القطاع إلى أي أرض أخرى بما فيها سيناء والأمر الثاني ويمكن الموازي معاه هو حماية الأمن القومي المصري مصر بتقدم كل الدعم ويمكن معبر رفح مفتوح باستمرار تضغط بشدة لإدخال المساعدات رغم التعنت الإسرائيلي يمكن أحداثها دخول شحنة الوقود مؤخرا كل دي جهود أعتقد أنها جهود واضحة للعالم كله وأعتقد أنها أيضا سدت منافس كتيرة جدا يا سيدا جمانا يعني الضغوط مستمرة ولكن الرفض المصري دايما بيسد هذه المنافس رغم أن الأطراف التي تتربص بمصر لا تعدم السبل والحياة للالتفاف عليها وممارسة الضغوط بأشكال جديدة سواء بأخدت شكل تصريحات من مسؤولين إسرائيليين شكل حتى يعني نوع من أنواع المحفزات يقول لك والله الضغوط الاقتصادية والديون والكلام كل هذا الكلام الحقيقي يتحطم على صخرة الرفض الرسمي والشعبي لفكرة تهجير الفلسطيني طيب هي الفكرة زي ما كنا من الكلام في الفقر لذلك هي فكرة أديمة فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لكن الموقف المصري ومواجهة الضغوط يعني ده جانب آخر من المشهد مواجهة الضغوط الدولية في هذا الأمر شوف الفكرة قديمة والرفض قديم الفكرة قديمة والرفض قديم هي موقف سابت لا يتغير بالنسبة للدولة المصرية الجديد بقى أن أنت عندك خطط مختلف بآليات مختلفة بأدوات مختلفة بأطراف مختلفة عندك إسرائيل مرة تتكلم عندك الولايات المتحدة مرة تتكلم عندك الاتحاد الأوروبي مرة يتكلم يقدم صيغ مختلفة جدا جوهرها في النهاية هو تفريغ القطاع من سكان جوهرها في النهاية هو فكرة المشروع الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي بإنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها لأنه وجد في ده فرصة مناسبة بالنسبة له جدا هو إيه اللي بيعرق لهذا الكلام يا أستاذ محمد أنه مصر ترفض هذا الكلام ترفض تهجير الفلسطينيين ترفض تماما التصريحات ترفض حتى الإجراءات أنا عايز أقول لحضرتك أنه الإجراءات اللي بيمارسها سلطات الاحتلال بضرب البنى التحتية بضرب المستشفيات بضرب المدارس بضرب مصادر الحياة كلها تجد تهدف في النهاية إلى إيه بالضبط تجعل القطاع غير قابل للحياة وبالتالي الناس تضطر أنها تترك هذا المكان بحسا عن أماكن أخرى أكثر أمنا طب إيه اللي أقرب حاجة لهم مصر والأردن أعتقد أنه الموقف المصري والموقف الأردني الاتنين متساويين في هذا الأمر مصر ترفض تماما والأردن أيضا ترفض في المقابل دكتور حقيقة يعني مصر بتؤكد منذ بداية الأزمة أنه معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول لهذه الأحداث ولم يغلق من الجهة المصرية أبدا وأنه لو فيه تعطيل فهو من الجهة الأخرى وبالرغم من ده بنشوف مزايدات وبنشوف حتى تزييف للحقائق وبالفعل خرجت أخبار عن أنه المعبر معطل من جهة مصر صحيح مصر كل يوم بتخرج وتؤكد عكس هذه الأخبار شايف حضرتك أن الأخبار دي اللي بتخرج ليه إيه الهدف منها وبالكل تأكيد يمكن فيه حاجات كمان بتكون خلف الكواليس مش معروفة مصر بتتعرض لضغوط كبيرة جدا شايف حضرتك هذه الضغوط وحتى هذه الأخبار والمزايدات إيه دورها في التأثير على الرؤية المصرية يعني أنا بشكرك على هذا السؤال لي لأنه مش بس أخبار في صحف لأ أنت تفاجئ أنها موجودة في مراكز الأبحاث الأجنبية وأحيانا بعض المراكز العربية أنه معبر رفح يا جماعة أنتوا أفلينه من الناحية المصرية المساعدات اللي دخلت دي كلها دخلت منين والمساعدات التي تدخل حتى الآن بتدخل منين مصر أعلنت زي ما حدتك قلتي كده منذ اليوم الأول أن معبر رفح مفتوح لكل المساعدات مصر بتتلقى كل المساعدات الموجودة وبتبادر بتقديم المساعدات زي ما حدتك شايفة كده عندنا التحالف الوطني وغيره قام بدور كبير جدا التعنت هو من الجانب الإسرائيلي التعنت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنه هي في الحقيقة بتماطل علشان تصل إلى نتيجة أن هذا القطاع يصبح غير قابل للحياة فكرة أنك تدخل له مساعدات معناها إطالة الأمد وأن الناس تظل متمسكة بالأرض شوفي الفكرتين شكلهم إيه مصر بتفتح معبر رفح وتسمح بالمساعدات حتى يتمسك الفلسطينيون بأرضهم يبقى عنده المبرر أنه يظل متمسك بهذه الأرض سلطات الاحتلال بتعمل العكس تقفل أو تتعنت أو تعمل إجراءات تعسفية علشان يصبح هذا القطاع غير صالح للحياة ويتطر للتهجير ويتطر إلى ترك مكانه أعتقد أنه كمان اللقاء الأخير الذي عمله الوزير سامح شكري مع النظيره الأيرلندي كان واضح وحاسم ومحدد بشكل كبير جدا أنه مصر بتقدم المساعدات مصر تستقبل كمان من معبر رفح الجرحة والمصابين يعني أنا مش متصور الناس بتقول المعبر مقفول طب الناس دخلت من إيه؟ وسيلة ضغط برضو ده شكل آخر من أشكال الضغط الناس دخلت من إيه؟ في النهاية ناصر إلى إيه يا سيد محمد أنه الضغط يمارس على مصر بكافة الأشكال وكافة الأطراف من كل الأنحاء خصوصا الدول الغربية يمكن الوقت مع الجهود المصرية والدبلوماسية المصرية والإعلام المصري لعب دور الحياة حتى في التأثير على الرأي العام العالمي نحن بنشهد مظاهرات كثيرة جدا موجودة في أنحاء العالم لكن يا ترى هذه المظاهرات الشعبية هتستطيع أنها تغير مواقف الحكومات الغربية النهاردة كان عندنا مجلس الأمن لسه موافق على قرار الحقيقة أنا مش شايف أي داعي أن نرحب بهذا القرار يعني قرار فاقد لمعناء لأكثر من سبب محتوى دي حاجة أنه ما بيتكلمش على وقف دائم لإطلاق النار حقيقة وبتكلم على هدى ده بالعكده تم رفض أصلا الوقف الدائم إسرائيل رفضته أساسا إسرائيل رفضته يعني إحنا عايزين إسرائيل فوق القانون فوق المساءلة فوق الإنسانية فوق كل حاجة إحنا شايفين كان فيه ترحيب شوية من القرار لكن ترحيب على إيه محتوى لا يصلح حقيقة آليات تنفيذه نفسها غير موجودة رفض إسرائيلي وتعنت إسرائيل وإصرار إسرائيلي على الرفض ده معناه أنه هذه المؤسسات فشلت 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 هو اترفض وهي غير موجودة إسرائيل رفضته والولايات المتحدة الأمريكية لم تعترض عليه ودي حاجة تدول التشكيك امتنع امتنع وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة امتنعوا عن التصويت امتنعوا عن التصويت معلانا هو برضو مش راضي يعني هو مش عاجبه القصة لا وإحنا عايزين نستمر طبعا أنت عايز يعني تقتل كام فلسطيني علشان توقف هذه الحرب يعني ده سؤال الحقيقة بيوجه للإدارة الأمريكية نفسها مصر بتبزل كل جهة الحقيقة لدعم القضية ولتثبيت الفلسطينيين في التمسك بأرضهم لكن الضغوط زي ما حدتك قلت ضغوط شديدة جدا على كافة الأطراف خصوصا الأطراف الملامسة حدوديا زي مصر طيب زي ما كنا بنتكلم من البداية كان في بعض القادة الأوروبيين بيقول لماذا لا يتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر وقارد سمعنا أصوات من الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بهذا الطلب لكن الموقف المصري زي ما حضرتك قلت كان موقف واضح وصامد مش بس منع هذا الأمر ده كمان خلى فيه تغيير فيه تصريحات بعض هؤلاء المسؤولين بهذا الخصوص يعني بدأنا نشوف وزير الخارجية الأمريكية وهيقول نرفض تهجير القصر الفلسطينيين بدأنا نشوف بعض القادة الأوروبيين بيرفضوا هذا الأمر أيضا طيب خلينا أقول لك حاجة يعني أنا بميز ما بين أمرين ما بين التصريحات المعلنة اللي احنا بنقولها قدام الكاميرات تمام واللي بيحصل إذا كنت تريد بقاء الفلسطينيين في مكانهم أوقف الحرب أوقف الحرب الآن مش حاوظك بتقول لي بلانكين بيقول احنا بنرفض تهجير الفلسطينيين طب تضغط على إسرائيل يا سيدي وتخليها توقف الحرب دي مسألة بسيطة جدا حلها بسيطة على فكرة مش حلها إنك تبيض الفلسطينيين في حرب إبادة جماعية بمعين تقول لي أنا أرفض تهجيرهم مش حيفضل حد علشان يتهجر الحقيقة انت قتلت الغد دلوقتي عشر تلاف واحد استشهدوا كام ألف واحد مصابين انت حتخلي إيه انت هم كلهم 2 مليون و300 فالفكرة هنا فكرة تصريحات لامتصاص الغضب الداخلي حضرتك شايف الحقيقة مظاهرات بتطلع شايف الكونجرس مش عارف الأعضاء بيعملوا إيه شايف مظاهرات في أوروبا لا هي حالة من حالات عفوا يعني الاستهلاك الإعلامي الاستهلاك المحلي هو بيحاول بس يمتص حالة الغضب الشعبي اللي موجودة لكن ما يحدث في الكواليس اللي حضرتك أشرت إليه هو استمرار الضوء الأخضر الأمريكي لسلطات الاحتلال في عدوانها على قطاع غز طب هل يخشى المسؤولين من هذه المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا طبيعي لأنه انت الدول دي بتمر بمراحل تغير وتداول سلطة وانتخابات تعارف الإدارة الأمريكية داخل على انتخابات وانا قلت يمكن قبل كده في مثل البرنامج ده انه اليهود الشباب بيصوتوا للمرشح الديمقراطي بايدن داخل انتخابات مع ترامب وبالتالي هو يراهن على أصوات الشباب اليهودي لكن الحقيقة هو مستمر في الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال مستمر في الضغوط حتى على الأطراف المختلفة رغم الرفض المصري هم لا يعدمون حيلا الحقيقة الرفض المصري واضح ومحدد وثابت ومؤكد أكتر من مرة سيد الرئيس طلع قال هذا الكلام المسؤولين طلعوا قال له هذا الكلام رئيس الوزراء زار معبر رفح قال هذا الكلام وزير الخارجية قال هذا الكلام المظاهرات الشعبية التي خرجت ترفض وتفوض السيد الرئيس في أي إجراءات قالت هذا الكلام ورغم ذلك المشروعات ومراكز الأبحاث الأجنبية والصحف الأجنبية كلها تروج لفكرة تهجير الفلسطينيين سواء أخدتهم مصر أعادتهم في العشر من رمضان ولا ستة أكتوبر خلي بالك من دلالة المدينتين أو ودتهم أيرلندا لو أيرلندا رحبت بيهم لأنه كان فيه مشروع آخر أنه ينتشروا في الدول الأوروبية لو الدول الأوروبية تقبلهم ممكن تخدهم هذا الحديث غريباً خرج من قبل كمان وزير المالية وزير المالية وزير المالية وده كان حاجة منفصلة عن الواقع الحقيقة يعني ده سخف يا سيدة جمالة يعني لماذا يهجروا هذه أرضهم؟ هم موجودين في أرضهم ليه أخرجهم من أرضهم؟ علشان أنا أكمل المشروع الاستيطاني علشان أنا أكمل الاحتلال الموجود عندي بالضبط مفهومة وأنا ليه مش أكلم أخرهم؟ يعني ببساطة حتى زي ما كنا بنتكلم خلال حلقتنا النهاردة دوكتور فكرة أنه بالفعل هذا الكيان لا يكل ولا يمل ومخططاته بتستمر لقرون طبعاً من البداية خالص لو نفتكر ودايماً بيحاولوا يصوروا الأرض الفلسطينية لأنها أرض بلا شعب صحيح وخرجت العكس لا فيه شعب موجود يعني كل ما يحدث بالفعل حتى على مر الوصول وفي شعب صامد يعني شعب مرابط شعب بيدور على أرضه المسلوبة صحيح مش شعبه خلاص لا ده شعب ثابت على أرضه يعني احنا كلنا بنتابع يمكن المشاهد المحزنة حقيقة وعمليات الاعتداء الشديدة جداً على المدنيين الفلسطينيين الحياة والأطفال والنساء كلها تدمي القلوب لكن في نفس الوقت هو مشهد مشرف للفلسطينيين أنا دايماً بقول معلاش الناس دي ما استشهدتش في خناقة استشهدت للدفاع عن الأرض حقيقة والمساندة العربية والمساندة المصرية مطلوبة في هذا التوقيت بعد كده نشوف بقى الدنيا ممكن يحصل فيها إيه هل ممكن الحرب دي تتوقف هل ممكن نبدأ مسارات سياسية هل ممكن المسألة تأخذ شكل حل الدولتين فعلاً حتى في ظل ما يحدث وفي ظل آلة القتل التي لا تتوقف حتى مش بس ضد المواطنين العزق نحن مكلم في أطفال حتى نحن مش عارفين هتوقف إمتى نحن مش عارفين فانهم هتوقف إمتى كمان بنناقش بقى كمان المستقبل ونناقش من يحكم غزة ونناقش من سيديد ما مش نوقف في الحرب الأول؟ بالضبط يعني نوقف في الحرب الأول ومع ذلك نحن نقل في الحرب الأول عليها علامات استفهام مرة ألمانيا تخرج تقول نقترح الناتو يدخل غزة ومرة أخرى الأمم المتحدة ومرة أخرى لا السلطة الفلسطينية ستحكم غزة مرة أخرى ائتلاف عربي يحكم غزة علامات استفهام بقى كتير أنا عايز أقول لحضرتك أنه آخر ما تم التوصل إليه بقى في المراكز البحثية الإسرائيلية نفسها هي تروج لإيه تروج لأنه لابد أن تكون هناك بعد انتهاء هذه الحرب حكومة عسكرية إسرائيلية مؤقتة من وجهة نظرهم تضبط الأمن يعني السيطرة الأمنية تظل موجودة بالنسبة لسلطات الاحتلال أي حد تاني ممكن يدبر الأمور المعيشية علشان يرفع عن نفسه عبء توفير الأمور الاقتصادية لكن السيطرة الأمنية تظل في يد سلطات الاحتلال وبيضرب مثال أنه لما كانت إسرائيل محتلة قطاع غزة ما كناش بنتعرض لمثل هذه الهجمات مبررا يعني أنه هذا الكلام هو بيعمل هذا الكلام ليه لأنه الحقيقة ما حدث في 7 أكتوبر هز الدولة الإسرائيلية بدرجة كبيرة جدا وهز كان الاحتلال بدرجة كبيرة جدا هو قائم على فكرة الأمن والاستيطان والصهيونية أنت ضربت الأمن وضربت الاستيطان لا يمكن الناس دي حترجع للمستوطنات تاني إلا إذا أمنت أنه مش هيتكرر هذه الهجمات مرة أخرى يبقى إذا هو عايز يعمل إيه عايز يفرغ تاني هذا القطاع أو على الأقل يضمن ضبط الأمن فيه من وجهة نظره بسيطرة عسكرية بين قوسين مؤقتة مؤقتة ليه لأنه استمراريته في هذا القطاع حيمثل عليه عبء إضافي كل الكلام ده بيتم ليه مش بس علشان المشروع الاستيطاني علشان كمان نتنياهو يظل في المشهد السياسي نتنياهو انتهى سياسيا مع 7 أكتوبر هو بيحاول يتمسك بس تمام بالوجود على الساحة ويدي انطباع بأننا بالحقق نصل معناوي أنا عايز أسأل سؤال واحد ماذا حققت سلطات الاحتلال من 7 أكتوبر لغاية النهاردة في أهدفها في العملية العسكرية فشل بعد فشل فيش أي حاجة الحقيقة غير أنت استهدفت المدنيين فقط لم تحقق هدفا واحدا من الهدف اللي أنت قلتها أعرف مكانهم ولا أبط على حماس ولا دمرت البنية التحتية بتاعتها ولا قتل منهم ولا واحد من حماس تم الإعلان عن مقتله كل اللي بيحصل هو استشهاد آلاف آلاف المدنيين أطفال رضع أطفال رضع المجتمع الدولي محمد فقد مصداقيته أمام هذه الحرب حقيقة كونوا لا يستطيع أن يوقف هذه الحرب غير الإنسانية غير المبررة الهمجية الوحشية أعتقد أننا لا نتكلم عن حقوق إنسان ولا نتكلم عن إنسانية ولا نتكلم عن قانون لأن ما يحكمنا الآن هو القوة فقط ما يحكمنا الآن هو القوة ومنطق القوة هو السائد حتى هذه اللحظة إزاي حناك بتشوف تصريحات المسؤولين الإسرائيليين نتكلم عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية بتقول أن الوقود اللي رايح لأونر هو ده وقود رايح لحماس اتهام واضح ومباشر لهذه المنظمة قبل كده وزير التراث وهو يتحدث لماذا لا نلقي قنبلة نووية على غزة وزيرة يعني كل الوزراء والسادة والمسؤولين في قوات الاحتلال ليهم تصريحات قوية وتصريحات تدل على البربرية والوحشية التي يتعامل بها قوات الاحتلال مع سكان قطاع غير هقول لك على حقيقة مش بس بربرية هي انفصال عن الواقع الحقيقة هو معتقد أنه حيستطيع أن يعني يبيد القطاع ده بكل ما فيه وهذا الكلام لن يتحق حتى لو استشهد كل الفلسطينيين انت الفلسطينيين يعني يذهب منهم من يذهب ويأتي جديد شبه يقول لك أنا لما ببص على باب المستشفيات والولادات وغيرها لأنت جيل جديد جاي هذا الجيل سوف يظل متمسك هي القصة كلها أنه بيحاول بس يعني يحفظ ماء الوجه طبعا الحاجة بتقوله البربرية والوحشية والهمجية لا مش محتاجين نسبة ده الحقيقة يعني اللي احنا شايفينه على مدار 40 يوم الحقيقة واضح جدا هذه الهمجية والوحشية وغياب الإنسانية وغياب الالتزام حتى بقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب وقواعد الاشتباك وغيرها من الأطر المنظمة لأي حتى اشتباك بينك وبين أطراف أخرى عمرك ما تستهدف مدنيين عمرك ما تقول أنا حاولك يعليهم قنبلة نووية خلي بالك يا سيد محمد هي القنبلة النووية دي أول من يتأثر بها إسرائيل نفسها بتأثيراتها أول من يتأثر بها إسرائيل بالضبط أن الفلسطينيون لا يؤلمهم الموت فيجب إيجاد حل آخر أكثر إلي من له يعني مش رحمة منه خالص يعني هو عايز حل يؤلمهم أكثر فهو إحنا زي ما حضرتك تحدث ده ضرب من الجنون ده ضرب من الجنون طبعا يعني حطينا عنوان عريض لما يحدث حقيقة وهذه الحرب على قطاع غزة بجانب أنها وحشية وهامجية وبربرية أعتقد أنها بالفعل العنوان العريض هو سقوط الأقناعة طبعا والمكشفة طبعا لكل هذا العالم الذي كان يرود لنفسه على أنه واحد الديمقراطية وهذا العالم الذي يتبنى الديمقراطية والإنسانية يعني أنا عايز أقول لحضرتك سقوط الأساطير التي كانت تدور حول فكرة حقوق الإنسان صحيح وحول احترام الآخر وحول قواعد منضبطة لنظام متماسك كل الكلام ده الحقيقة لابد يتم مراجعته سواء في مجال العلم أو في مجال المهارس صحيح أنا بنشكر حضرتك طبعا جزيلا شكر الدكتور حاسم سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا شكراك يا فهم شكراك 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 شكراك